موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي قالهم مرحبا بكم في درسي جديد من دروس اللغة العربية درسونا اليوم من دروس النحو بعنوان الضمار هنتكلم النهاردة عن الضمائر بانواحها السلاسة اللي انت اخدتها كذا مرة قبل كده طب تعالوا كده نبتدي نفتكرها مع بعض طيب بداية كده عندنا ضمائر اسمها ضمائر المتكلم طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هي ضمائر المتكلم اول ضمير من ضمائر المتكلم انا وده بيستخدم للمفرد المذكر وللمفرد المؤنس تاني ضمير عندي ضمير نحن وده بيستخدم للمسنة وللجمع سواء كان مذكر او مؤنس تبقى ضمائر المتكلم انا ونحن انا للمفرد مذكر ومؤنس ونحن للمسنة والجمع المذكر والمؤنس طيب تعالوا نفهمها من خلال الامثلة اول مثال بيقولي انا لاعب ماهر انا لاعب ماهر طيب لاعب هنا ده لاعب اللاعب دوت هو لاعب واحد يعني كلمة عندي بتدل او اسمه عندي بيدل على المفرد المذكر وبدل بيدل على المفرد المذكر يبقى انا هستخدم معاه انا نحن لاعبان ماهران طيب لاعبان دي كلمة مسنة والمسنة احنا قلنا المسنة والجمع المستخدم معاهم ايه نحن نحن لاعبون دايما نعيني على الكلمة اللي بعد الضمير على طول لاعبون هنا جمع مذكر فبالتالي هستخدم معاها نحن طيب برضو زي ما قلنا ان ضمائر انا ونحن بتستخدم مع المذكر ايضا بتستخدم مع المؤنس سواء في المفرد او المسنة او الجمع طيب بيدي هنا انا لاعبة ماهرة لو بصينا كده لاعبة ماهرة ده مفرد مؤنس عشان كده استخدمت معاها الضمير انا طيب اللي بعد كده نحن لاعبتان ماهرتين طيب عندي هنا لاعبتان ماهرتين ده مسنة مؤنس برضو بستخدم معاها الضمير نحن عندي ايضا نحن لاعبات ماهرات لو بصينا كده هنلاقي كلمة لاعبات ماهرات دي جمع مؤنس هيستخدم معاها ضمير المتكلم إيه نحن تعالى كده مع بعض نشوف السؤال اللي عندي بيقول لي أكمل بضمير متكلم مناسب تعالى كده نشوف أول جملة بيقول لي طالبة نشيطة طالبة نشيطة طب كلمة طالبة هنا دي مفرد مؤنس طب أنا الضمير المتكلم اللي هستخدمه أنا ولا نحن دي مفرد Jewอะ هستخدم أنا طيب اللي بعديها بيقول لي إيه نعمل بجد هنا أنا عندي ده فعل طيب الفعل هنا يطلب يدل على إيه؟ أما أقول نعمل نعمل دي يبقى أنا أتكلم عن نفسي أنا الوحدي لا نعمل يبقى إحنا إحنا كلنا اللي بنعمل صح كده يبقى لما أقول أحط ضمير متكلم للجملة بتاعتي يبقى أقول إيه نحن نعمل بجد طيب أكتب الدرس طب أكتب هنا ده فعل طب أكتب دوت بيدل على إيه بيدل علي أنا بيدل على المفرد المذكر تمام فأكتبه إيه أنا هستخدم معادة ضمير أنا طيب اللي بعد كده بيقول إيه بنتان نشيطتين بنتان نشيطتين لو بصنا كده الكلمة بنتان هنلاقي إن هي مسنة وبيدل على مؤنس يبقى هتاخد أني ضمير من ضمير المتكلم هتاخد نحن نحن بنتان نشيطتين تعال مع بعض كده نشوف سؤال المتفرقين السؤال بيقول لي حول الجملة للمسنة والجمع تعال نشوف مع بعض الجملة أنا عامل ماهر في عملي أنا عامل ماهر في عملي خد بالك عايزاها للمسنة مرة وللجمع مرة وخد بالك وانت بتحول الضمير للمسنة والجمع أنا مستنيها إجابتكم في التعليقات على الفيديو طيب هناخدتنا الثاني نوع مع بعض من الضمائر اللي هي ضمائر المخاطب طيب تعالوا كنا هنتعرف مع بعض على ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب اللي عندي أنت ودي بتستخدم للمفرد المذكر أنت ودي بتستخدم للمفرد المؤنس أنتما وبتستخدم للمسنة سواء كان المذكر أو المؤنس وعندي أنتم بتستخدم للجمع المذكر وأنتنا بتستخدم للجمع المؤنس يبقى عندي تاني ضمائر المخاطب الشخص اللي أنا بخطبه يبقى قول إيه؟ أنت لو مفرد مذكر أنت لو مفرد مؤنس أنتما لو مسنة مذكر أو مسنة مؤنس أنتم لو جمع مذكر أنتنا لو جمع مؤنس تعال نشوف دوت من خلال الأمثلة أول مثال عندي بيقول لي أنت طبيب ماهر طيب أنا عندي كلمة طبيب هنا مفرد مذكر فهستخدم معها إيه؟ هستخدم معها أنت أنتما معلمان ماهران لو بصنا كده لكلمة معلمان معلمان ده إيه؟ مسنة خلاص كده طالما مسنة سواء بقى كان مذكر أو مؤنس باخد معاه أن يضمير مخاطب أنتما أنتم فلاحون مكتهدون طيب فلاحون هنا دي كلمة جمع مذكر بدل جمع مذكر هستخدم معها ضمير إيه؟ أنتم في المخاطب نكمل كنا مع بعض الأمثلة بيقول ليه أنت طبيبة ماهرة لو بصنا كده لكلمة طبيبة طبعا كلمة طبيبة ده مفرد مفرد إيه؟ مفرد مؤنس طالما مفرد مؤنس إيه ضمير المخاطب اللي هيبقى مناسب معها؟ هيبقى الضمير أنت وخلي بالك أنت بكسر التاء يبقى ما بحطش يا إيه؟ أنا بحط تاء تحتها إيه؟ تحتها كسرة أنتما طبيبتان ماهرتان طيب أنا هلاحظ هنا لأنا عندي طبيبتان هنا دي مسنة مؤنس وإحنا اتفقنا سواء المسنة ده مذكر أو مؤنس بستخدم معها ضمير إيه في المخاطب؟ تمام أنتما يبقى حول أنتما طبيبتان ماهرتان أنتن معلمات محبوبات لو بصنا كده لكلمة معلمات طبعا كلمة معلمات دي ايه؟ دي جمع جمع مؤنس طالما عندي جمع ومؤنس لما أجي أستخدم معي ضمير مخاطب هايبقى الضمير بتاعي ايه؟ أنتن نا يبقى خلي بالك فرق ما بين لما يبقى جمع مذكر وجمع مؤنس جمع المؤنس الضمير أنتن نا تعالوا مع بعضا كده نشوف السؤال اللي عندي هنا دلوقتي أكمل بضمير مخاطب مناسب طيب الجملة الأولانية بتقولي معلمة ناشيطة طيب معلمة ده اسم مفرد مؤنس طيب لما حبت استخدم معا ضمير مخاطب هاستخدم معا ضمير ايه فاكرين هاول ايه انتي معلمة نشيطة واتفقنا انتي وانت بتكتبها مش حطي لها ياه حطي لها كسرة تحت التاق تمام يبقى انتي معلمة ايه نشيطة لبعدية يقول لي ايه تعملان بجد تعملان بجد لو بصينا كده للفعل تعملان هلاقي ان الفعل ده بيدل على ايه مسنة تعملان اتنين بيعملوا خلاص كده طيب يا طرق المسنة اللي عندي ده مسنة مذكر ولا مسنة مؤنس هنا بيقول لي ايه تعملان خلاص كده فتعملان هنا هتبقى مسنة مؤنس عمتا انا عندي المسنة سواء مذكر او مؤنس في كلتا الحالتين انا بستخدم معاهم ضمير المخاطب واحد اللي هو ايه انتما يبقى قول ايه انتما تعملان بايه بجد طيب الجملة اللي عندي بتقول لي تزاكر جيد انا الدرس تزاكر طب انا بتكلم مع عمين الجملة بتاعتي كده بتدل على المفرد ايه المذكر بدل المفرد مذكر الفعل بتاعي بتدل على المفرد المذكر يبقى في الحالة دي هستخدم معاها انت الجملة اللي بعد كده بتقول ايه طبيبات تعالجن المرضى لو بصنا كده الكلمة طبيبات طبعا طبيبات دي جمع جمع ايه جمع مؤنس هنا في الجمع انا لازم احدد نوعه سواء مذكر او كان مؤنس طبعا طبيبات دي جمع مؤنس فالضمير اللي انا هستخدمه ايه انتن دلوقتي هناخد مع بعض ضمائر الغائب طيب تعالجن كده نفتكرها مع بعض ايه هي ضمائر الغائب هو هو دي انا باستخدمه للايه للمفرد المذكر هي كنت باستخدمها للايه للمفرد المؤنس هما قالك هما بتستخدم ليه المسنى بنوعيه يعني بنوعيه سواء كان مذكر او مؤنس يبقى هما للمسنى المذكر والمؤنس هم باستخدمها للجمع المذكر هن للجمع المؤنس طبعا لكنا نقولهم تاني مع بعض يبقى نعقى ايه هي ضمائر الغائب هو هي هما هم هنا طيب يبقى احنا قلنا هو للمفرد الايه المذكر هي للمفرد المؤنس هما للمسنى المذكر والمؤنس هم للجمع المذكر وهن للجمع المؤنس طبعا بقى نبتدي نتعرف عليه من خلال الامثلة طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الأمثلة بتاعتي بيقول إيه هو طالب مكتهد لو بصنا كده الكلمة طالب طالب ده إيه مفرد لازم أحدد نوعه طالب مفرد مذكر يبقى إيه ضمير الغائب المناسب معاه هيبقى هو يبقى هو طالب مكتهد المثال التاني بيقول لي هي مهندسة ماهرة طيب مهندسة هنا دي بالنسبة لي اسم بيدل على المفرد الإيه المؤنس مدى المفرد مؤنس يبقى إستخدام معاها هي هي عالمة متفوقة طيب لو بصنا كده الكلمة عالمة كلمة عالمة جي مفرد إيه مفرد مؤنس يبقى إيه ضمير الغائب المناسب معها لسه إليل مع بعض ها هتبقى هي نكمل مع بعض بيقول لي هما تلميزان متفوقان هما تلميزان متفوقان طب انا عندي كلمة تلميزان دي مسنة طب مسنة ايه مذكر طب احنا اتفقنا مع بعض سواء مسنة مذكر او مؤنس كنت هستخدم معهم ايه هستخدم معاهم هما فعشان كده استخدمت هنا هما عشان بيدل على المسنة طيب بص برضو عندي يقول لي هما فتاتان طيبتان لو بصنا كده كده الكلمة فتاتان هنلاقي ان هي ايضا مسنة واحنا اتفقنا لسه قادين ايه مع بعض ان المسنة سواء مذكر او مؤنس باخد معا الضمير هما يبقى لهما فتاتان طيبتان هم عمال ماهرون هم عمال ماهرون طيب انا عندي كلمة عمال هنا دي جمع طب بدل الجمع طبعا لازم اتأكد هي نوعها ايه جمع ايه مذكر ولا مؤنس عشان اتنين مختلفين هنا كلمة عمال جمع مذكر فبالتالي هستخدم معاهم كلمة ايه كلمة هم او ضمير الغائب بتاعي ايه هم هن امهات رحيماتن لو بصنا كده الكلمة امهات هلاقي ان هي جمع طيب حدد نوعها جمع ايه جمع مؤنس يا ترى ايه ضمير الغائب اللي بيتناسب مع جمع المؤنس اللي هو الضمير ايه هن بيقولي اكمل بضمير غائب مناسب طب اول جملة بتقولي ام رحيمتن ام رحيمتن طب كلمة ام هنا دي مفرد مؤنس بدل مفرد مؤنس اللي بحبتدي ادور على الضمير المناسب لي هل هو كان كلمة ايه لو هو ضمير ايه هي فاقولي الجملة ايه هي ام رحيمتن طيب تلاميذ يزاكرون بجد لو عايزة حط هنا ضمير غائب مناسب طبعا كلمة تلاميذ دي ايه دي جمع طيب واتفقنا ما يبقى جمع لازم احدد نوعه طبعا كلمة تلاميذ ده جمع ايه جمع مذكر افتكر كده معي ايه ضمير الغائب الذي يتناسب مع جمع المذكر هقول ايه طبعا هم عاملون نشيطون عاملون نشيطون انا عندي كلمة عامل هنا دي مفرد مذكر والمناسب ليها في ضمير الغائب ايه هو فاقول هو عاملون نشيطون مهندستان نشيطتان طبعا كلمة مهندستان دي مسنة مسنة ايه مسنة مؤنس اتفقنا ان المسنة سواء مذكر او مؤنس بيجي معي الضمير هما تعالى مع بعض كده نشوف سؤال المتفوقين السؤال بيقولي ضع ضمير متكلم بدلا من ضمير الغائب وغير ما يلزم طيب ايه هو عايزني احط ضمير متكلم بدلا من ضمير الغائب وهغير ما يلزم في الجملة عشان تكون مناسبة طب الجملة بتقولي ايه هو مهندس ماهر في عمله هو مهندس ماهر في عمله فكر كده في ايجابة السؤال وانا مستنية ايجاباتكم في التعليقات على الفيديو وكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم الى ان نلقاكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة